مشاهدي نهارك سعيد بنسبح عليكم وابنبتدي معاكم يوم جديد بنسبح على كل مشاهدي قناة ناين لايف وكل مشاهدي شبكة أنتي أن فأول ذكرى لـ 25 يناير إن شاء الله يكون يوم مصمر زي ما كانت ثورة مصمرة وإن شاء الله يكون يوم جميل معادي بأمن ومعادي بسلام صباح الخير يا عيدة صباح الخير يا دينا صباح الخير عايزة أبدأ وأقول إرفع راسك فوق أنت مصري يمكن أنا بشتغفل الإعلام بقالي كتير جدا بس المرة دي يمكن يوم مختلف بالنسبة لي ومختلف بالنسبة لناس كتير قوي لأن الواحد عنده كلام كتير قوي عايز يقوله بس الكلام الواحد مش قادر يعبر عنه قوي أو يعبر عن اللي جوا مهم يعني مش طاول عليكم عايز أقول لحضراتكم يمكن نزلنا بعد التناحي على طول بنحتفل بالإنجاز وقلنا السنة دي يمكن حنحقق أهداف كتير جدا من أهداف طورة 25 يناير للناس لزلت عشان أعيش حرية عدالة اجتماعية بس الأسف ده ما حصلش واللي كلنا منتمنى أن جزء بسيط قوي من أحلامنا يتحقق ما حصلش أنا بس أكتر حاجة صعبانة علي واللي حصل للمواطن المصري من ضرب وسحل ومحاكمات عسكرية غير عادلة وكمال اللي حصل للمواطن المصرية والستة المصرية اللي هي خطة أحمر لأي حد من ضرب وسحل وتعريه قدام العالم كله خلينا نقولي يمكن ده ممكن يكون تخبط ممكن يكون عدم وجود رؤية سياسية بس ما تهيليش أن بعد النهاردة أي مصري هيذكر عن أي تهاون هيحصل في حق أي حد عشان كرامة المصري فوق كل شيء ومرة تانية أرفع رأسك فوق أنت مصري صباح الحرية صباح التحرير صباح الأحرار صباح الحرقر بما أن دينا جابت تسيرة المرأة ويمكن أول مرة كنت نسمع لفظ الحرقر لأنه هم فعلا خطة أحمر خليني أقول أنه هبص على مش نص كوباية المليان بس هبص على شوية الحاجات المليانين اللي احنا عشدهم السنة اللي فاتت سنة طويلة عدت لسه حاجات كتيرة ما اتحققتش بس ما قدرش أقول أنه فيش حاجة خالص اتحققت بس لما نبص على الحاجات اللي اتحققت هنكتشف أن كلها اتحققت لما الشارع قرر أنه يحقق حاجات لما قررت الناس أنها تطالب وتزق وتعلي سقف مطالبها وهو سقف مشروع يعني احنا علناها بس لأنه السقف هو اللي كان واطي شوية مش احنا اللي مطالبنا كانت تعالية أو مش منطقية أو مش مقبولة خليني أقول كمان أنه أفتكر قبل التنحي لما كنا طلعنا في نهارك سعيد وكنا تقريبا برنامج الوحيد اللي بيطلع غير الأخبار اتكلمنا على أنه وساعتها افتكرت ربعية صلاح جهين بتاعت أنا اللي بالأمر المحال اغتوى وأصريت وبعيد تاني أنه لا احنا مش بس بالنشوة قلبنا هيرتوي وده النص التاني من الربعية احنا هنشوف الأمر وهنط الفوق وهنمسكه لأنه ما بقاش في حاجة مستحيلة الشعب المصري هيقرر مصيره وهو اللي بيحدد هو عايز ايه وهو عايز يعمل ايه فصباح الحرية صباح السنة اللي عدت بكل مشاكلها وكل إيجابياتها صباح السنة اللي جاية اللي أكيد الشعب المصري هيقرر مصيره وهيبقى في منتهى الحرية صباح الحرية صباح الحرية فعلا يا عادة زي ما كنتي بتقولي وأفتكر أنه لازم نصبح على الميدان ولازم نصبح على كل اللي في الميدان ولازم نصبح على كل الناس اللي دفعت تمن غالي قوي علشان النهاردة هنقدر نتكلم بالطريقة دي وعلشان النهاردة نستمتع بكل حاجة هنستمتع بيها وإن شاء الله هنستمتع بحاجات كثير أكتر من كده أفتكر أنه النهاردة الميدان هيبقى حيران ما بين استكمال وما بين احتفال ولكن في الآخر الهدف واحد وفي الآخر المطالب واحدة وفي الآخر المصريين كلهم عايزين حاجة واحدة فأرجوكوا خدوا بالكم مننا وخدوا بالكم من مصر وخدوا بالكم من المصريين ومش عايزين ندفع دم تاني ومش عايزين دم تاني أبدا تحت أي ظرف من الظروف وكفاية اللي حصل السنة اللي فاتت وخلينا نبتدي بقى سنة جديدة وخليها تبقى ذكرى حلوة أكيد هي مش هتبقى ذكرى حلوة لكل الناس لأنه زي ما بيقولوا كده بالبلد عندنا إدانة غالي قوي فكل أخ وكل أخت وكل أم وكل أب فقد جزء منه هو عمره ما هينساه وعمره ما هيفرح بس أكيد هو فقده وعن ابنه أو أخته أو جزهة أو هي اللي نزلوا وما رجعوش تاني فأرجوكوا خدوا بالكم من مصر وخدوا بالكم من المصريين إحنا أمانة في قديتكم أهم ما حصل في صورة 25 يناير هو الكسر حاجز الخوف عند المصريين وما فيش حاجة بترجع له ورا مرة تانية العقرب الساعة زي ما بيقول ما بترجعش مرة تانية فكسر حاجز الخوف ده حاجة كويسة جدا والتفاقل موجود وأهم حاجة العدل العدل ده لو تحقق صدقوني هتبقى أحسن بكتير خلينا نقول فقراتنا بقى للمشاهدين نهاردة نقول لكم هنقضي يوم مهم زي نهاردة 25 يناير 2012 يعني لازم ناخد بقنا ونكتب التواريخ كده علشان إحنا طيبا كل يوم بنسبة لنا تاريخ مهم ما يكون عندنا فقرات كتيرة هيكون كمان عندنا من الفقرات اللي بعتقد أنه كلنا تابعنا مجلس الشعب اليومين اللي فاتوا يعني أنا صغيرة كان لما بيحبوا ينايموني وعندي طفلة شائية كده كانوا يشغلوا مجلس الشعب عشان أنا مريح يعني أنا كان حاجة يعني بتصيبني بالنوم فإن أنا أصحب قال يومين بدري وبجري على التلفزيون علشان أتفرج على جالسة مجلس الشعب وأنا ماشي في طريق فتحة الراديو عشان أتابع جالسة مجلس الشعب فقرة هتبقى خاصة جدا وياريت كمان يكون كشف حسابي عايدة يعني كشف حساب لنا كلنا نشوف عملنا إيه وعايزين نعمل إيه بعد كده غلطنا في إيه وعايزين نصححه إزاي بكشف حساب لنا كلنا من إعلاميين لمصري كل قطع المجتمع طبعا خلنا كمان يكون عندنا فقرة طبعا مع الصحف المتميز محمد طلعت الهواري هيكون معانا في الستوديو عشان نستعرض أهم أحداث وعنوين الصحف الرسمية ليوم 25 يناير كمان هيكون معانا فقرة كمان عن البرلمان وهيكون دفنا فيها عضو مجلس الشعب أستاذ مصطفى الجندي هنتكلم معاه بشكل عام عن البرلمان هنتكلم معاه بشكل عام عن الثورة وعن الذكرى الأولى لثورة 25 يناير هيكون معانا كمان فقرة عن الأطفال وعن مشروع أو فكرة جميلة جدا لتوصيل ثورة 25 يناير وأبتكر أن الأطفال هم اللي هيبتدوا بقى يعني أمل الأمل وهما اللي هيبتدوا بقى يحصدوا كل اللي إن شاء الله هيتحقق واللي أكيد الناس مش هتتنازل عن أنه يتحقق هيكون دوخنا فيها إشاعر محمود سيف الدين والفنان تامر سعد واخد تامر خلولنا نبتدي على طول يومنا وعايز أقول بس الناس اللي بتتبع التلفزيونات اللي بتتفرج على الإعلام أرجوكوا يبقى فيه أعمال العقل ما تصدقوش قوي كل اللي هيتقال يعني اتفرجوا على كذا قناة ادخلوا على الإنترنت بلاش ناخد المعلومات كده من حتة واحدة عشان ما يحصلش أي مشاكل ومحصلش أي تغييب أنا قناشت دي المواطنين أشور رفاء وكل المواطنين تعملت اللي أفاصل ونبتدي مع سخافة على طول